اشتركوا في القناة الى الابد امين بسم الاب والابن والروح والكدس الله الواحد امين ان شاء الله بنامت ربنا اللي ابتدي النهاردة يعني يعني حاجة دراسات انجلية من التسبحة المقدسة خصوصا يوم الحد وايضا من الكتاب المقدس في العهد القديم وكم رفرنس من العهد الجديد هنركز فيهم على موضوع التجسد الالهي لاننا في هذه الايام صايمين صوم الميلاد البتولي وصوم الميلاد البتولي طبعا خاص بالتجسد الالهي وانحنا شرحنا الاسبوع اللي فات سبع تسبيح او سبع مردات بتتقال في سبع ايام الاسبوع في التسبحة وشرحنا المردات دي او تأملنا فيها تأملات روحية النهاردة بنعمة المسيح هناخد مجموعة من الرموز التي تشير الى التجسد الالهي وبالتالي اي موضوع عن التجسد الالهي لازم تذكر فيه العدرة ام النور باعتبرها هي الانسان الوحيدة في العالم كله التي تمنها الرب واعطاها هذا المجد العظيم ان يحل في بطنها الطاهر ويتجسد منها ويولد وتصبح ام لله في اوتوكوس كما اعترفت المجامع المسكونية خصوصا المجمع المسكوني التالت برئاسة القديس كيرلوس عمود الدين اذا النهاردة هناخد مجموعة اذا الحقنا في الوقت بتاعنا عند الوقت بخلي الوقت ما بين 30 و 40 دقيقة علشان ما اثقلش عليكم واذا لحقنا ناخد الرموس كلها النهاردة يبخير البركة اذا ما الحقناش حيبقى نكملها الخميس القادم ان احب الرب وعشنا سنلاحظ في الرموس ديت والمرجع الانجيلي فيها اننا مش هنلتزم بالتسلسل الانجيلي للأصفار في العهد القديم او في العهد الجديد لكن هنلتزم بأهميتها فأول يعني رمز مهم جدا جدا ذكر فيه سفر الخروج الاصحاح 26 وعشرين وآية 33 و34 يريد يكون حد معاه الكتاب المقدس الايفون او الايباد ويفتح ويتابع معايا واحنا بنقره يقول ايه في خروج 26 32 و33 يقول قبلها ناخد ايه او اتنين عشان نفهم وبتكلم عن ايه اية 30 يقول وتقيم المسكن كرسمه الذي اظهر لك في الجبل الله اظهر لموسى النبي على الجبل مكت شكل خيمة الاجتماع وخيمة الاجتماع هي الخيمة التي قال عنها مسكن الله مع الناس وهذه الخيمة كانت خيمة متحركة واسمها خيمة لانها ما كانتش مصنوعة من الطوب والحجارة ولكن كانت مصنوعة من اماش الخيام كانوا يلموا الخيمة لما ربنا يقول لهم اتنقلوا من هنا الهنا ويرجع يروحوا حتة تانية يبنوا الخيمة من جديد بجميع اقسمها واشكالها ومحتوياتها ودي تقرأها في سفر الخروج سفر اللاودين وسفر العدد الاخر فبيقوله تقي من مسكن كرسمه الذي اظهر لك في الجبل يعني انا عملتلك نموذج لخيمة الاجتماع للمسكن علشان تنفزه بحذفيره ده مش بس كده ده حنلاقي دلوقتي لما نقرأ ان الله طلب من موسى انه يبني المسكن بالمقاييس وبالادوات وبالماتيريالز وبأنواع الأقمشة المختلفة والخشب والدهب والفضة والنحاس بكل دقة وكأنما يريد الله ان يقول ان مسكن مش او اي بيت كده وخلاص لا مسكن له مواصفات وطبعا كل مواصفة من هذه المواصفات لها دلالات روحية يعني المرة دي معلش مش حنغوص فيها بالتفصيل علشان خاطر عايزين نركز على الرموز الكثيرة وهي حوالي 16 رمز تقريبا يمكن اكتر مكتوبة في الانجيل في الكتاب العهد القديم واثنين منها في العهد الجديد فبيقول له تصنع حجابا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم صنعت حائق حاذق يصنعه بكاروبيم يعني ستعمل مجموعة من الأقمشة المختلفة 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 فاين ووفن لينن ويتشال بيه ووفن وذ آن أرتيستيك ديزاين أوف شاروبيم يعني تصنع المسكن ده تحط حواليه هو عبارة عن إيه أربع عمدان اقرأ بقى 32 وتجعله على أربعة أعمدة من صنط مغشا بدهب يعني خشب نقي لا يسوس ومع ذلك مغشا بالدهب والدهب يعني الملك يشير إلى ملك الملوك ويشير أيضا إلى التحارة والقداسة رززها من دهب وكمان على أربع قواعد من فضة يعني العمدان الأربعة على أربع قواعد من فضة والأماشات الأعمشة كلها الأرمعة بالماتيريالز الواضحة اللي ربنا أمر موسى أنه يعمله وتجعل الحجاب تحت الأشضة الكلابسز ديت وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة تابوت العهد فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس يعني قدس الأقداس عبارة عن قوضة مش مبنية بالطوب قوضة من الأقمشة اللي هي اسمنجوني الأزرق السماوي والأرجوان بتاع الملوك والقرمز والبوس المبروم بتاع الفداء القرمز ده الأحمر صنعت حائق حاذب مش أي حاجة لازم واحد متخصص والقمش ده تتعلقه على أربع عمدان اللي داخل القوضة دي اسمها قدس الأقداس قدس الأقداس كان لا يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة ويقدم ذبيحة كبيرة عجل كبير وهذه الذبيحة عن الشعب كله عن الشعب كله قدس الأقداس يرمز إلى العدرة أم النور لأنه مكرس لحلول الرب فيه سنرى دلوقتي في الرموز الثاني فالعدرة هي النموذج الحي وهي العضو الأمثل للحياة المقدسة مع الإنعزال عن الخطيئة عشان كده مقفولة ما حدش يدخلها وتقديس القلب وتكريس القلب لله هذه العينة أو الرمز الأول وبدأنا به لأنه قدس الأقداس لأنه قدس الأقداس هو بطن العدرة مريم وداخلها أيضا رموز تانية للعدرة لكن فيها تابوت العهد الذي فيه بقى أدوات سنشوفها دلوقتي في تابوت العهد إذن الرمز الأول هو قدس الأقداس الذي يرمز إلى العدرة قال بولوس الرسول عن الرئيس الكهنة الأعظم الذي دخل إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا كأن قدس الأقداس ده شير إلى تجسد الكلمة من بطن العدراء دخل فيها وخرج وهي عدراء والحجاب مأفول يدخل رئيس الكهنة مرة في السنة ولكن دلوقتي محناش محتاجين للكلام ده لأن رئيس الكهنة الأعظم دخل إلى الأقداس ووجد في الأقداس دي وجد في بطن العدراء الأقداس أو قدس الأقداس فدخل فيها وحل في بطنها الطاهر وولد منها ليخلص البشرية الرمز الثاني بسرعة علشان وقتنا هنلاقيه في سفر الخروج أصحاح 25 أصحاح 25 هنقرى الريفرنس ونشرح بيقول إيه في أصحاح 25 تضع في التابوت الشهادة التي أعطيك ماهي التابوت؟ قال لا أنا أشرحه لكم أحسن تابوت العهد بقى ده شكله ده قال خد بالك يصنعون تابوتا من خشب من أي عشرة فيصنعون تابوتا من خشب الصند برضو الخشب الذي لا يسوس دليل على التهارة طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف تغشيه بذهب ناقي من داخل ومن خارج تغشيه وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان وتصنع عصوين من خشب الصند وتغشيهما بالذهب كله خشب ناقي لا يسوس مغشى بالذهب الملوكي دهب يشير إلى الملك ويشير إلى الأبدي وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهم يجيب على العصايتين دول وحلقتان من اليمين وحلقتان من الشمال يشيلوا هم التابوت أربع شلو اتنين من هنا واثنين من هنا وكان لازم يكونوا من أولاد لاوي مش أي حد يشيل لأنه في الكتاب المقدس مرة يعني واحد اسم عزة كده لمس التابوت فما فداوت زال جدا وغضب لكن ربنا قال له إلا دي الأقداس ما حدش يلمسها إلا المعين من الله فقط ما هو تابوت الخشب؟ التابوت يشير إلى العدراء أيضا التابوت من خشب لا يسوس تهارة العدراء مصفح بالدهب من خارج ومن داخل الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تضللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله الروح القدس من الداخل يحل عليك قوة العلية من الخارج تضللك لذلك القدوس الابن مولود منك كأن تابوت العهد يشير إلى العدراء الثلوث الأقدس موجود فيها الآب يظل عليها والروح القدس يبطنها من الداخل والابن الكلمة يتجسد في بطنها الطهر عشان كده التابوت العهد ده واضح جدا أنه رمز من الرموز القوية للست العدرة أم النور لما نمشي شوية قدام نلاقي كمان أن التابوت ده مش مكشوف لا ده التابوت ده متغطي في آية 17 هو طبعا آية 15 يقول تبقى العصوان في حلقات التابوت لتنزعان منها تفضل العصيتين دور يمين وشمال على طول قاعدين في التابوت يحملون في أي دقيقة تضع في التابوت الشهادة التي أعطيك اللي هو لوحي العهد لوحي الشهادة اللي هم اللحين لا يمثلوا المكتوب عليهم العشر وصايا اللي نسميها نموس موسى قال له تضعها داخلها وتصنع غطاء من دهب نقي طوله دراعين ونص وعرضه دراع ونص عشان يغطي على التابوت بالزبط التابوت 2.5 في 1.5 والغطى 2.5 في 1.5 وتصنع كاروبين من دهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء كانوا يعملونها مثل تمثال لملكين يمين وشمال الجنحة بتاعة الملاك اللي على اليمين وعالشمال لمسين بعض ومن النحية التانية جايين على الجانبين بتوع خيمة الاجتماع ودي نفزت ايضا في هيكل سليمان تصنع كاروبين من دهب صنعت خراطة تصنعها على طرفي الغطاء طب ليه يا ربي قال ايه فاصنع كاروبا واحدا على الترف من هنا وكاروبا آخر على الترف من هناك من الغطاء تصنعونه الكاروبين على طرفيه ويكون الكاروبين بسطين اجنحتهما الى فوق مضللين باجنحتهما على الغطاء ووجهاهما كل واحد الى الاخر نحو الغطاء يكون وجهاهما طب ليه تجعل الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي اعطيك طب ليه مغطيها قال لي ده اسمه سر التجسد الاله تجسد الاله لم يعلم به احد في الكون كله الا عدد قليل جدا جدا هذا تعرف بعد كده في العهد الجديد في عهد النعمة مع اتمام الخلاص انما قبل كده الستة العدرة ام النور يوسف النجار لان ربنا بعت الملك كشف ليوسف عشان ما يشكش في العدرة اليصابات عشان الروح القدس حل عليها وقوة العلي ظللتها زكريا الكاهن في النبوة اللي قالها بعد ما تفتح لسانه لما ولدت اليصابات يحنن معمدان قبس تشهر بمداد المسيح سمعان الشيخ اللي قال ان يسايا تطلق عبدالب السلام وحنن النبي اللي كانت تتنبأ بقيت الناس مكتش تعرف حاجة قادص ولا تعرف حاجة عن بتولية العدرة ولا تعرف حاجة عن عذراوية العدرة ولا تعرف حاجة عن طبيعة الله المتجسد من بطن العدرة عشان كده قال التبوت يبقى مغطي مغطي لا يعلن إلا في الزمن الذي أريده يبقى ثلاث رموز دلوقتي قلناهم الرمز الأولاني قدس الأقداس الرمز الثاني تابوت العهد المصفح بالذهب والرمز الثالث غطاء التابوت والكاروبين اللي هم تماثيل الملايكة مضللة عليه الرمز الرمز الرابع جميل جدا هتلاقيه برده في خروج خمسة وعشرين من أول آية واحد وثلاثين يريد تكونوا بس معاكم والإنجيل واتبعوا معي وتصنع منارة من دهب نقي عمل الخراطة تصنع المنارة قاعدتها وساقها تكون كاستها وعجرها وأزهارها منها كلها الكسات والحطة اللي هتكتب يجي فيها الشمع يبقى كلها من أولها لآخرها معمولة من الدهب ست شعب خارجة من جانبيها تلاتة من هنا وتلاتة من النحية التانية وواحد في النص ست شعب خارجة من جانبيها من جانب الواحد تلات شعب ومن جانبها التاني تلات شعب منارة في الشعبة الواحدة تلات كاسات لوذية وفي الشعبة التانية تلات كاسات لوذية بعجر يعني يعني فروحها وأزهرها وتكون إلى الست شعب الخارجة من المنارة وفي المنارة أربع كاسات لوزية بعجرها وأزهرها أما تعدهم تلاقيهم سبعة سرق تحت الشعبتين عجرة وتحت الشعبتين في آية 35 عجرة وتحت الشعبتين عجرة يشرح بمنتهى التفصيل تكون عجرة شعبها منها جميعها خراطة واحدة من الذهب النقي ليس أي ذهب نقي مصفى بالذهب سبعة أضعاف زي ما يقول إذن نكمل وتجعل وتصنع سروجها سبعة فتسعد سروجها لتضيق إلى مقابلها يعني الشعب ثلاثة وثلاثة واحدة في النص والعدد بتاع الكل يبقى سبعة سروج سبعة سروج نمرة واحدة المنارة الدهب تشيل إلى تهارة العدراء تهارة العدراء وزي ما المنارة تطلع نور يبقى العدرة تحمل النور الحقيقي عشان كده بنسميها هي أم النور الحاملة النور منارة العدرة حاملة النور منارة وبالتالي الكنيسة أيضا منارة ليه؟ لأن الأباء قالوا السروج السبعة دي تشير لأسرار الكنيسة السبعة يبقى أيضا الكنيسة منارة للعالم يا سلام على الكنيسة اللي تبقى منارة للعالم دي سلام على الكنيسة اللي يدخلها يحس بالنور الحقيقي الحالة فيها هنا تبقى كنيسة كارزة كنيسة نشيطة كنيسة مثمرة كنيسة كل أولادها يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم الأبرار يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم هنا طبعا المنارة الذهبية دي اللي هي الرمز الرابع اللي موجود في خروج 25 من 31 ل40 لما نوصل للآخر نلاقي أنظر فاصنعها على مثالها الذي يظهر لك في الجبل ربنا ورّاله شكل المنارة الذهبية وده يثبت أن الكنيسة في قلب الله مش الطوب والحجارة لا المنارة المنارة الذهبية وكل شخص في الكنيسة كما نسمي العذراء أم النور كل شخص هو أيضا نور لذلك في متة خمسة يقول لهم أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس كيروا الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات نرجع لخروج 16 الرمز اللي بعد كده وهو الرمز الخامس رمز جميل جدا 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 هو قصة الدهب ما هو قصة الدهب؟ قصته عجيبة جدا ربنا قال لهم خدوا عمر قد يعني يعني زي زي أدح كده عارف المكييل الأردب والأدح وكده فقال له خد مكيال من ده مكيال من من إيه بقى يا ربي قال خد مكيال من من المن اللي أنا قدتهلكه من المن اللي بتاخدوه كل يوم في كل نهار المن ده ربي قال ده اسمع بقى بيقول إيه عليه خروج 16 33 وقال موسى لهارون ده موسى بيكلم هارون طب ليه بقى أصل موسى يمثل الإنجيل ويمثل الشريعة ويمثل الناموس الشهادة لو حي الشهادة لو حي العهد وهارون يمثل التقوس الكهنوت فموسى قال لهارون خد قصة واحدة قصة ده اجعل فيه ملء العمر منا وضعه أمام الرب للحفظ ليه طب يا رب للحفظ في أجالكم كما أمر الرب موسى وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ وأكل بانه إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان أما العمر فهو عشر القيفة كيل من المكايل طب يا رب أنت عايزنا نعمل ده ليه؟ أنا عايز الناس تعرف أنهم أكلوا من الخبز اللي أنا جبته لهم اللي أنا جبته لهم ربنا قد بني إسرائيل خبزا يوميا لمدة ستة أيام أما اليوم السادس فكان يعطيهم مضاعفا عمرين ليس عمر واحد لو عشر قيفة فكان يديهم اللي يأتي في وس الأسبوع ويأخذ أكثر من احتياجه ويصبح مناتن ما عدا ما عدا يوم الجمعة يطلع اثنين عشان السبت ما فيهوش من ينزل فيصحوا السبت يلقوا المن سليم ما هوش فاسل لكن ده ما كانش بيحصل فأي يوم من الأيام الأخرى من يوم الحد ليوم الخميس من يوم الحد ليوم الخميس قصة واحد من يوم الجمعة اثنين عشان يكفي الجمعة والسبت وكأن الله يريد أن يقول لهم قدسوا يوم السبت أنا أعطيكم كله اليوم لأن للرب اليوم سبتا اليوم لا تجدونه في الحق ستة أيام تلتقتونه وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه طبعا حدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا اللي يلتقتوا فلما يجدوا طبعا فربنا زعل وقال للموسى إلى متى تقبول أن تحفظوا وصيائي وشراعي لحد إمتى مصرين أنكم ما تحفظوش وصيائي وشراعي لازم تحفظ الوصية بدقة وزي ما بيقولك ربنا لازم تعمل يجي يقولك في اليوم السابع يوم الرب لتأكل بقى جسدي ودمي تيجي وانت جاهز تيجي وانت مقدس تيجي وانت تايب تيجي وانت مستعد لكي تلتقد أو تأخذ المن الروحي جسد الرب يسوع المسيح ودمه في العهد الجديد عهد النعمة آخر رمز نقوله النهاردة هو في سفر العدد نفتح بقى اللي معايا الإنجيل يفتح معايا سفر العدد Book of Numbers وفي سفر العدد أصحح 16 قصة عجيبة جدا في يوم من الأيام جه ثلاثة واحد اسمه قرح ابن يصهار ابن قهات ابن لاوي وداثان وأبي رام ابناء اليقاب وأون ابن فالت بن رؤيبين ابتدوا يقاوم موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 من رؤساء الجماعة مدعوين الاجتماع ذوي اسم فاجتموا على موسى وهارون طبعا زي ما قلت حضرتكم موسى يمثل الشريعة وهارون يمثل الطقس أو الكهنوت نهاردة كاهن العهد الجديد موسى وهارون مع بعض يحمل الإنجيل إلى الناس ويقدم التقوس ويخدم اسمه خادم الأسرار لذلك الكهنوت هو اسمه خادم الأسرار السبعة الكاهن يخدم الأسرار ويقدمها لأولاد الله اكتموا على موسى وهارون وقلوا لهم كفاكما كل الجماعة بأسرار مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب انتم مين يعني؟ تعاملين نفسكم رؤساء علينا؟ انت نبي وانت كاهن؟ كلنا مقدسين زي بالظبط بلوعة كلنا في المسيح كلنا زي بعض يفرق ايه ده؟ عنده؟ كلنا في المسيح نفس الفكر نفس الفكر شوف حصل ايه؟ فلما سمع موسى سقط على وجهه ثم قال لقرح وجميع قومه غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه اليه فالذي يختاره يقربه اليه هنا بقى كلمة مقدس لا تعني القداسة في حد ذاتها ولكن تعني التكريس الله كرس وقدس موسى لعمل النبوة وقدس وكرس هارون ونسله لعمل الكهنوت لكن الناس ارتفعوا قالوا لهم انتوا هترفعوا عن نفسك علينا تعتملوا نفسك أعلى مننا وأحسن مننا؟ لا فموسى قال لهم افعلوا هذا خدوا لكم مجامل خدوا لكم كل واحد ياخد شري قرحوا كل لمعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس كفاكم يا بني لاوي دول مش من بني هارون دول من الشمامس وقال موسى لقرح اسمعوا يا بني لاوي أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل يقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتخفوا أمام الجماعة لخدمتها يا دي حاجة شوية من أنتوا شمامسة من أنتوا الاويين من أنتوا انصب دلاوي أنتوا اللي بتشير وتقوط العهد عايزين إياها أكتر قال لا ما يعني أنت تمسك مجمرة وتقنم بخورا احنا كمان فقربك وجميع أخوتك بني لاوي معك وتطلبونه أيضا كهنوتا إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب أما هارون فما هو حتى تتدمروا عليه هو مال هارون ده ربنا اللي أفرز لهذه الخدمة لخدمة الكهنوت فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني الى اليآب أو اليآب فقال لا نصعد مردوش يطلع عقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيد لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا تمين أنت كذلك لم تأتي بنا إلى الأرض تفيد لبنا وعسلا لأعطيتنا نصيب حقول وكروم نسيوا الدل اللي كانوا فيه والعبودية اللي كانوا فيها والسخرة اللي كانوا فيها من المصريين وفرعون نسيوا فاكرين فقط قدور اللحم والبصل والكرات هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد فاغتاض موسى جدا وقال الرب لا تلتفت إلى تقدمتهما موسى إذا ربي تضعك هذا العجيم تسيب موسى وقال له لا تلتفت إلى تقدمتهما حمارا واحدا لم أأخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم أنا لا تريست عليهم ولا اغتصبت منهم حاجة وقال موسى لكورح كن أنت وكل جماعتك أمام الرب أنت وهم وهارون غدا واخذوا كل واحد مجمرة واجعلوا فيها بخورا وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرة مئتين وخمسين مجمرة شايلها مئتين وخمسين واحد مفهومش كاهن واحد كلهم بس من سبت لاو وأنت وهارون وكل واحد مجمرته خلاص كل واحد يأخذ مجمرته وانتوا كمان يأخذوا المجمرة فأخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها نارا ووضعوا عليها بخورا ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون وجمع عليهم قورح وهارون كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع فترقى مدوا الرب لكل الجماعة وقال الرب لموسى وهارون افترزوا من بين هذه الجماعة انفصلوا عنهم بعدوا عنهم فأني أفنيهم في لحظة فخرر على وجههما مامين موسى وهارون وقال اللهم إله أرواح جميع البشر هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة واحد غلط تسخط على الجماعة فقال الرب لموسى كلم الجماعة قائلا اطلعوا من حوالي مسكن قورح ودتان وأبيرام فقام موسى وذهب إلى دتان وأبيرام وذهب وراء الشيوخ إسرائيل فقال للجماعة اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاء ولا تمسوا شيئا مما لهم لألا تهلكوا بجميع خطيئ ابعدوا عنهم فطلعوا من حوالي مسكن قورح ودتان وأبيرام وخرج دتان وأبيرام ووقف في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهم كل العائلات بتاعتهم فقال موسى بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وأنها ليست من نفسي وشان اللي عمله إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أكره لو مات وموتها طبيعية زي أي واحد تاني بيموت يبقى ربنا ما بعتنيش ولكن إن ابتدع الرب بدعة يعني إن عمل حاجة غير عادية وفتحت الأرض فيها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبتوا أحياء إلى الهاوية تعلمون أن هؤلاء القوم قد اصدروا بالرب فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فيها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لهم لقورح مع كل الأموال كل حاجة كل حاجة كل عائلاتهم كل ممتلكاتهم فنزلهم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من جميع الجماعة وكل إسرائيلي نادين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا وخرجت نار من عند الرب وأكلت المتين وخمسين الرجلا الذين قربوا البخور يبقى قورح ودثان وأبيرام والقادة بلعتهم الأرض والعائلات بلعتهم الأرض والذين شالوا المتين وخمسين أكلتهم النار أكلت متين وخمسين رجلا من الذين قربوا البخور كل هذا لذين جاء ثم قال الرب لموسى قل لي عزر بن هارون الكاهن أن يرفع المجامر من الحريق وإذر النار هناك فإنهن قد تقدسنا المجامر المجامر ملهج زم إذ ميسك المجامر هو المخطئ لكن المجمرة ملهج زم مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدست فتكون علامة لبني إسرائيل يعني المجامر تقدست لكن اللي قدموها عن غير استحقاق تعوه أقداس الكنيسة لا تتأثر بأخطاء الناس ولا تتأثر بنجاساته حاجة كل ما هو في الكنيسة مقدس وطهر ومكرس عشان كده ربنا قال لا المجامر دي ما تترميش ما تترميش دي تقدمت قدامي اللي قدموها ما يستحقوش نالوا جزائهم لكن المجامر دي أعملوها صفائح غشاء للمذبح لأنهم قدموها أمام الرب فتقدست فأخذ العز الكاهن مجامر النحاس التي قدمها المحتركون وتركوها غشاء للمذبح تذكارا لبني إسرائيل لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب فيكون مثل كورح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى و هارون قالين أنتم قد قتلتم شعب الرب ولما اجتمعت الجماعة على موسى و هارون انصرف إلى خيمة الاجتماع وإذا هي قد غطتها السحابة وتراء مجد الرب فجاء موسى و هارون قدام خيمة الاجتماع فقرر رب الموسى من وقت استهاده الجماعة فأني أفريهم بلحظة فخرعوا لجههم ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة اسمع بقى القاتي كون للمقدمة و كفر عن الشعب و واقف بين الموتة والأحياء فامتنع الوباء الله على المنظر تخيل الوباء انتشر فرح بسرعة بسرعة جاء هارون و حتى المجامر و هو ولاده لغاية حدود الآخر واحد مات بالوباء البقين دول نبوا من الوباء و واقف بين الموتة والأحياء فامتنع الوباء هذه هي المجمرة الذهبية هذا هو التجسد الإلهي الذي فصل بين الموتة والأحياء من تضمر على الإله المتجسد ينال جزاؤه و من اعترف بالإله المتجسد يتبارك كان الذين ماتوا بالوباء أربعتاشر ألف سبعمية ما عاد الذين ماتوا بسبب قرح ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خلمة الاجتماع والوباء قد امتنع هذه المجمرة الذهبية اللي مكتوب عنها في سفر العدد الأصحاح الستاشر شرحتها بالتفصيل و أردتها عشان تعرف ما معنى أن العدراء هي المجمرة الذهبية الحاملة الحاملة العنبر في يدي هارون الكاهن هي العدرة المملوء مجدا التي ولدت يسوع المسيح الإبن الكلمة قدسها و طهرها و ملأها نعمة بطلباتها رب إنعم لنا بمغفرة خطيانة خدنا النهاردة ست رموز من رموز العدرة و هذه الرموز كلها تلاقيها في التسبحة لكنها نعدي عليها في التسبحة بسرعة ولكن لا يعرفون الحكاية بتاعتها أختم بإني أقولهم ولخصهم ثاني الرمز الأول قدس الأقداس الثاني التبوت المصفح بالذهب الثالث غطاء التبوت وعليه الملكين الكاروبين الرابع المنارة الذهبية الخامس قصة الذهب الموضوع فيه مع لوحي العهد جوة تبوت العهد والسادس المجمرة الذهبية التي تشير إلى أم النور العدرة وطبعا نحن نتأمل في المجمرة لأن لها ثلاث سلاسل تمثل الثالوث الأخدث ولكنها إله واحد هذا الخطاف يمثل وحدانية هذا الثالوث وبطن العدرة محطوط عليها غطاء وزمان كان الغطاء محطوط محكم على الشرية وكان فيه أربع خمس خروم يطلع منها البخور لكن لم يكن أحد يرى هذه المجمرة لا تعرف لماذا يتعدل المنظر لكن المجامر الأديمة كانت كلها الغطاء كابس على بطن العدرة والبطن فيها الفحم والفحم يشير إلى تجسد الكلمة ناسوته والنار الذي فيه تشير إلى لهوته والبخور اللي بيتحط يشير إلى رائحة المسيح الزكية ويشير أيضا إلى صلوات القديسين الساعدة إلى العلاء من أجل الجميع ربنا دينا كل نعمة وبركة ونكمل هذه السلسلة الجميلة وهي دراسة في الكتاب المقدس ونفي نفس الوقت أيضا تشجيع لنا أننا نقرأ التسبحة أو نصلي التسبحة بفهم ونفهم يعني إيه لما تتقال هذه الرموز وليه تكتبت في الكتاب المقدس وكيف تصر الأباء الإدسين هذه الرموز واحد واحد لربنا المجد الدائم للأبد أميني يا أبانا الذي في السموات يتقدس اسمه يأتي ملكوتك تكن مشيئتك ما في السماء كذلك على الأرض بزانا كفافا أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوب أنا كمان أغفر نحن أيضا مذبين إلينا ولا تقن لف تجربة لكن نجل من الشريف المسيح صلى ربنا أنا لك الملك والكو والمجد الدائم أمين أمين أمين